بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الحج في القرآن الدرس الأول بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الحج في القرآن نتفيأ وإياكم فيه ظلال آيات الكتاب العزيز التي أتت على ذكر الحج وبينت أحكامه وتفاصيل المناسك فيه لنعرج وإياكم مع ضيفنا الجليل على معاني هذه الآيات وأحكامها وأسرارها ويجلي لكم حفظه الله تفسيرها نرحب في بداية هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاة فأهلا وسهلا ورحمة بكم معالي الشيخ عياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلى يعني اختبر وإبراهيم هو إبراهيم الخليل بكلمات فأتمهم وهذه الكلمات أصح الأقوال فيها أنها الأوامر والنواهي التي أمره الله بها فأتمها وعمل بها قال تعالى في الآية الأخرى وإبراهيم الذي وفأ أي تمم ما أمر به فهذا ثناء عليه بأنه أتم ما أمره الله به وقيل ابتلىه بكلمات من إلقائه في النار وصبره على ذلك في وإطاعة الله وأمره أن يذبح ابنه وبكره إسماعيل فامتثل أمر الله وابتدر هو وإسماعيل لتنفيذ الأمر ثم إن الله نسخ هذا وفدى إسماعيل بذبح عظيم وقال الله له قد صدقت الرؤيا يعني تم الأمر الذي أمرناك به وكذلك الأوامر والنواهي وكذلك من ما ابتلاه به أنه أمره بنقل إسماعيل وأمه وهو الصغير وجعلهما في واد ليس فيه أحد وهو في وادي مكة المكرمة فجعلهما فيه وحدهما فهذا من الابتلا والامتحان فصبر على ذلك فأتم ما أمره الله به فأتمهن قال الله له إني جاعلك للناس إماما هذا جزاؤه أن الله جعله قدوة للناس يقتدون به وسابقا إلى أمر الله عز وجل قال ومن ذريتي سأل إبراهيم ربه أن يجعل من ذريته أئمة وهذا مما يدل على أن الوالد يعتني بأولاده ويريد لهم الخير قال ومن ذريتي يعني هل منهم أئمة من بعدي قال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين فالمؤمن تنع يناله هذا وأمث الكافر من ذريتك لأن من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين كما في الآية الأخرى فالظالم لا يناله هذا العهد وليس له إمامة ولا قدوة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ثم قال الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى البيت الذي أمر أمر خليله وابنه ببنائه فقام ببنائه جعله الله مثابة يعني مرجعا للناس كلما ذهبوا عنه رجعوا إليه من الثوب وهو الرجع وقيل مثابة يعني أنهم يكسبون الثواب من زيارتهم له والطواف به فهو محل ثواب وأمنا أن الله جعل هذا الحرم آمنا لا يخاف فيه أحد حتى البهايم والطيور فإنها لا تخاف في هذا المكان وحتى لا ينفر صيده ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد مثابة للناس وأمنى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعد فهم سوا فيه يأمنون ولا يخافون حتى إن الرجل في الجاهلية يلقى يقاتل أبيه فلا يهيجه ولا يتعرض له حتى يخرج من الحرم احتراما لهذا المكان ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها حين بناء البيت ترتفع به وتنخفض وهي باقية موجودة الآن حول البيت جعل الله جل وعلا هذا المقام مكان صلاة يصلى عنده بعد الطواف فمن طاف بالبيت فإنه يصلي عند مقام إبراهيم تخذوا من مقام إبراهيم مصلى يصلى عند هذه الصخرة التي قام عليها إبراهيم عليه السلام وفيها أثر قدميه الشريفتين ثم قال وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما عاهدنا إليهم أمرناهما أن طهر بيتي طهراه من الشرك طهراه من الأنجاس طهراه من البدع حتى يتهيأ للعبادة لله عز وجل فلا يكون فيه مشرك ولا يكون فيه مبتدع ولا تكون فيه نجاسات ولا قاذرات لأنه موطن عبادة طهرا بيتي للطائفين بدأ الله بالطائفين لأن الطواف من خصائص البيت فلا يطاف في مكان سواه من الأرض إلا بهذا البيت العتيق للطائفين للطائفين والعاكفين وهم الذين يمكثون في المسجد الحرام لعبادة الله انقطعون لعبادة الله عز وجل ولا يخرجون إلا لما لا بد لهم فيه ثم يرجعون إليه في مكانهم يخلون بربهم عز وجل ويعبدونه والركع السجود الركع أما الاعتكاف فهو يصح في كل مسجد من مساجد الله في الأرض وكذلك الركع السجود الصلاة قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيصل في كل مكان لكن الطواف لا يطاف الا بالبيت ولذلك أخر العاكفين والركع السجود وقام الدم الطائفين والركع السجود فهذا هي الأوامر أو من الأوامر التي أمر الله بها خليله إبراهيم فوفى بها ونفذها نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ اجتملت الآيات الكريمات على أن الظلم سبب في منع الخير عن الإنسان هل لنا أن نعرج على هذا المعنى العظيم نعم لا ينال عهد الظالمين الظالم لا يناله الخير من الله عز وجل بل يناله ضد الخير وهو العقاب والهلاك والدمار هذه سنة الله للظالمين وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخرتها وإلي المصير فلا تحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عن الظالمين إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فالظالم لا يفلح أبدا ولا ينال عهد الظالمين فالظلم والظلم أنواع ظلم بين العبد وبين ربه وذلك بالشرك وظلم بين العبد وبين الناس وذلك بالتعدي عليهم وظلم بين العبد وبين نفسه وذلك بالمعاصي فالظلم ثلاثة أنواع أشده ظلم الشرك والشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وكذلك حقوق الناس لا يغفرها الله إلا إذا تسامحوا عنها أصحابها وأما ظلم العبد لنفسه فهذا يغفره الله عز وجل نعم طيب أحسنتم كثير من الناس اليوم يظن علي الشيخ أن هذه أن الركن الحج والركن الخامس من أركان الإسلام أنه اختص بأهل الإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الأنبياء من قبل قد حجوا فهل لنا أن نجلي هذا المعنى للمشاهد الكريم وكذلك أيضا ابتداء قصة بناء إبراهيم الخليل للكعبة يظن كذلك كثير من الناس أنها بناء من أساء يعني بناء أصلي بناء من أساسه هل لنا أيضا أن نقرب هذا المعنى لنوضح لهم أنه لم يكن بناء أصليا إما البيت فهو قديم منذ خلق الله الأرض وهذا البيت يحج أول من حجه آدم عليه السلام وحجه الأنبياء من بعده ولكنه اندرس مع الطوفان الذي حصل وما تعاقب عليه من طول الأزمان اندرس واختفأ حتى بوأه الله لإبراهيم عليه السلام وأمره ببنائه فإبراهيم عليه السلام إنما جدده وبينه وأقامه بالبناء بعد أن كان مكان البيت ولهذا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت مكان فدل على أن مكان البيت قديم وإنما بين لإبراهيم هذا لأجل أن يقيمه ويبنيه للناس يرفع القواعد نعم فإبراهيم جدده وبناه ورفع القواعد حتى تبين للناس نعم أحسنتم أحسن الله إليكم نص الله تعالى ابتداء على الطائفين في هذا البيت العاكي كما أشرنا أن الله بدأ بالطائفين قدمهم على العاكفين والركع السجود لأن الطواف من خصائص البيت فلا يطاف في أي مكان لا في المقامات اللي يسمونها مقامات الأولية والصالحين ولا يطاف بشجر ولا بحجر ولا بصنم في أي مكان ولا بضريح أو قبر إنما يطاف بهذا البيت فالطواف عبادة ومكانه عند البيت العتيق نعم ولذلك قدمه الله على غيره من الأعمال نعم نحسنتم لأننا نختم بتوجيهكم الكريم لأولئكم يعني النفر الذين يلتزمون الصلاة خلف المقام حتى وإن كان مزحوما وفي معنى الآية الذي أشرتم إليه أن أولى الناس بالمطاف هم الطائفون بعض الناس يزاحم الطائفين لإدراك الصلاة خلف المقام وما شبه ذلك هو المفروض أن المطاف والمقام يكون للطائفين فقط سواء طواف عمره أو طواف قدوم أو طواف حج أو طواف تطوع وكذلك المقام يخلى لمن طاف أن يصلي عنده ركعتين هذا هو الأصل ولا يزاحمون على هذا فيقدمون على غيرهم فليتزاحمون الآن على المطاف إذا أذن المؤذن جاءوا وطردوا الطائفين وبركوا في المطاف وتكدسوا هذا خطأ المفروض أن المطاف دائما يهيى للطائفين ليلا ونهارا قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي تساعة من ليل أو نهر هذا هو المفروض نعم أحسن الله إليكم معنا الشيخ شكرا لكم على مشاركتنا في هذه الحلقة شكرا لكم أنتم ولمشاهدون الكرام على متابعة هذه الحلقة برنامجكم الحج في القرآن نستأنفوا إياكم إن شاء الله في الحلقات التاليات استعراض الآيات الوالدة يعني الحج في القرآن العزيز مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء فشكر الله لمعاليه هذا البيان هذا يزيد الهريش أترككم في رعاية الله بحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته